باش بقى برضو على اللسان العصفور بقى هن حمرها عادي خالص في زيت مش في زبدة عشان خاطرك يعني ماشي لسان العصفور مش تعمل رز بقى لا هنبقى لي مرتين ثلاثة اربعة مش بعمل رز هناخد معنا فصل مستيكا كمان بتخفف على يعني على برضو ايه ان كل بقى الفايدة تكون موجودة في السمك فاحنا بنخفف بقى جنب دي الزبت هناخد بقى معنا دول ربعمية جرام لسان العصفور او كيس الموجود عند حضرتك كيس لسان العصفور اه هنحمروا عادي خالص ماشي جميل كده خلصنا برضو للي ما تابعش معانا من بداية الحلقة عملنا طاجن الحنشان وشيف ورانا طريقة بسيطة خالص وازاي نستفيد منه يعني حواليه صفرة كبيرة وفي نفس الوقت هو كده يبقى رئيس الصفرة او يبقى زي ما قلت من شوية ان ده داني السمك كينج ده كينج داني السمك عملنا جنبه صلطة الرنجة والشيف برضو ورانا طريقة حلوة خالص نعمل بيها صلطة الرنجة ودلوقت بيعملنا الماكارونا ولا سميها ايه؟ اللسان العصفور بالجنباري هناخد بقى معانا الجنباري بقى هنشتغل الجنباري بتاعنا دي جنب دي هنشتغل الاتنين مع بعض عشان دول بياخدوا شوية شغل مع بعض كده كويس هناخد معانا في الجنباري هنا لسان العصفور بالجنباري ايوان والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة هناخد نخلي بس المعلقة دي ناخد معانا هنا بصل اه بصل هي كده صغيرة كده نص كده صغير نص نص كده صغير قبل ما تفط الجنباري اه نص صغير كده خالص اصغر حاجة يعني طيب هو السمك يعدد ايه في الكرة السمك خلاص يعني هياخد معانا يعني تلت ساعة كده ونخرجوا عشان انا عايزوا زبدة عايز اطلعوا زبدة من الفرن يعني يبقى ماشي يعني احنا ايه هنطلعوا زبدة كده من الفرن ونزبط الكلام الناس اللي بتخاف ان هي تجرب نوع السمك ده يعني هو مفيد جدا حدش ممكن يتخيل ان الاسم ده لقيه ان هو حتى في السعر يا شف ليه؟ حتى في السعر يعني هو برضو سعره مش رخيص يعني اه مش غالي قوي ومش رخيص قوي لكن لكن هو مميز في كل حاجة يعني حتى في شغله هو مميز يا طيب حلوة وناخد استاذة نرمين مساء الخير نور اهلا بحضرتك بحضرتك منطيبة طيب فضالي شف سمح معاك قناتتي فضي احباها جدا وبحبها خالص يعني اه انا شكورك بحضن طبا بيسرح بيها خلصة نظيفية تبتها غريب فيها بس انا مش مفصرة استاذة نرمين ممكن حضرتك تفساري لو كمسي طب انا عايز اكلم الشيط عايزة كنت رزي بالخلصة ونتبت بلدواني اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كل طب هلو استاذة نرمين وطي التلفزيون واسمعينها من التليفون كنت عايزة رز بالخلصة والكبت بالجوانس حاضر نعمله لحضرتك المرة الجاية في حلقة الرفاع نعمل رز بالخلصة بالكبت بالقوانس حاضر ممكن ان حضرت تقولي الطريقة يا شيف اه ممكن اقولك الطريقة حاضر عينية عينية حاضر انا مشكورت جدا نستاذة نرمين حاضر بتشكل خالص حاضر يا عايزين نرز بالخلصة بالكبت والقوانس اولا الكبت والقوانس بنسويها لوحدها خالص مع بصلايا وفاص طوم نقطعها صغير بننزل بالقوانس الاول او بنبقى سلقنها وبننزل بها بنقطعها صغير وبننزل معها مع الكبت والحجاء وقرنفلفل حراء كده بسيط صغير كده خفيف نوش بيفكريني على المكرونة عشان انا بنسى يما تاخديها وتقلبيها نوش حرقة كده لغاية لما تبقى بني ومعها عصير تماطم بسيط كده معلقتين عصير تماطم بسيط ومعها معلقتين سكر وبنكرمل كله ببعضه في التاسعة وبعدين بننزل بشوية مية او شوية مرأة لو في مرأة يبقى افضل يعني وبعدين بننزل بالكبت والقوانس وبعدين بننزل بالرز وبنديله ميته وبنقلبه وانا بفضل ان انا ازود فيه الكراميل شوية عشان انا بحب ان هو يبقى مسكر وبحط معاه سبيب كمان هعملوا لكم المرة الجاية تابعوني هعملوا المرة الجاية في حلقة الرفاع رز بالخلطة من اللي بيطلع تحت الديك الرومي اللي انتو بتشوفوه كنت قبل كده قلتلنا ما نسويش الكبدة مع الروز ما انا قلت هنسويها الاول اه لوحدها يعني نخليها برا وبعد كده نخلقك ايوا لو انا قلت حاجة غلط عدي لهالي ايوا انت صح انت صح انت صح انت صح لو انا نسيت وقلت حاجة غلط انت عدي لهالي عشان ما يقصلش خلط لا انت بيتي شطرة خلص انت المفروض بقى نعملك حلقة عشان تشوف الدنيا مشي ازاي خلاص هناخد معانا البصلية كده قبل ما تتكرمل كده وهناخد معاها معلقة بسيطة توم برضو علشان ما حدش يقوم هناخد معاها قرنفلفل اخضر وقرنفلفل حرق سوريا دكتورة دي ده كده الطبق اللي نشوف بيعمله جنب طاجن الحنشان هيعمل لنا لسان العصفور بالجنبال بدل الرز تمام كده خلاص حمرنا لسان العصفور كده الظريفة دي هناخدها بقى ايه واحدة واحدة معانا كده زي ما عملنا الشعرية هناخدها واحدة واحدة معانا كده شويات لازم نسمع الطاشة دي نخطش مياه كتير لا هنفضل ماشيين معاها كده كده وايه كده هنحطينها ملح وفلفل وكلة ولا محطناش اي حاجة خالص هنحط كل حاجة هنا لكن ممكن نحط هنا شوية ملح صغيرين مبسوط منك النهاردة عشان انت مركزة معايا اخر حاجة نحط مياه كمان ونسيبها شوية وكل شوية هنديها مياه لغاية لما اوصل للقوام اللي انا عايزه وقلوكو عليه وهنخلصها وهنبتدي نشتغلها في الناحية التانية هناخدها من هنا نوديها هنا جميز احد الفلفل والخلطة اللي انت عملها تحفزك اه ركزوا معايا بقى في لسان العسفور ده احنا حطينا بصلة وحطينا معلقة توم مفروم وحطينا فلفل حرق وفلفل اخضر وهنحط معانا دلوقتي قبل ما ننزل هنطفي كده بسنة خلي كده خلي اه اخر حاجة هنحطها الجنباري بقى اخر حاجة هنحطها الجنباري هننزل بعد كده بطماطماية متقشرة ومفرومة ناعم لحم هنلف الكلام ده كله لحمة لحمة طماطم يعني مش مش معصورة ومش مبشورة طبعا لو حضراتكو شميين اللي انا شميه هو الخل ودها في حتة تانية خالص بقى تسلم ايه دا جاشر انت كمان في حتة تانية عفوا طيب انا كده حضرات مطاجن الحنشان في الفرن والشافة اللي انا ممكن كمان هيقعد رقوبها ساعة تانية للي متابعش معانا من بداية الحلقة عملنا صلطة الرنجة ودلوقتي بنعمل لسان العصفور بالجنباري حلو كده احنا بس ايه بنخلي لسان العصفور ايه اصلا لو انا سلقتها بتاخد زي المكارونا العادية 8-9 دقايق انا بس بطريها شوية عشان انا اخدها اكمل سواها معايا هنا ففي نفس الوقت انا مش عايزها تبقى عاملة زي الشربة قوي يعني لكن انا هزبطها بطريقة كده هتشوفوه همشوا معايا خطوة بخطوة هنشوف احنا هنعمل ايه خدنا هنا البصل والتوم والفلفل الحرق والفلفل الاخضر ونزلنا عليه بالتماطم وطفينا الكلام ده بالخل محطناش ايه توابل هننزل معنا بالجنباري الكمية اللي عنده حضرتك او الكمية اللي ترضيك واي حجم صح؟ انا بفضل الحجم الزغير ده كده اللي هو يبقى باين كده في المكارونا يعني ميبقاش زغير جدا يعني خلوة اوه خيس هناخد برضو المكارونا هنا معنا يعني احنا في لسان العصفور بالجنباري بنعمل خلطة الجنباري الواحدها وبعدين لسان العصفور لوحدها بالزبط كده خلوة اوه وهنزلهم على بعض ازاي هنشوف دلوقتي كويس اما نيجي نخلطهم هقولك هنعمل ايه دلوقتي كويس هناخد معنا هنا التوابل المعتادة بتاعتنا بتاعت السمك شوية ملح شوية فلفل اسمر دي انا بحط فيها فلفل اسمر انتو عارفين ان انا وبحب بيش حط فلفل اسمر كتير في السمك لكن انا دي بحط فيها فلفل اسمر عشان دي بيبقى طعمها مميز جدا شوية كسبرة اساسي كسبرة نشفة وكمون اساسي جمي هناخد استاذ كمال مساء الخير استاذ كمال اهلا بحضرتك يا فاند منورني ربنا خليك كمال من بورتعين فضل شيف سامح معك وحضرتك طايم اهلا بك يا استاذ كمال ازاك يا موحى حبيبي عامل ايه الله خليك الله خليك حبيبي يا استاذ كمال الله خليك رب ايه العظم اني استعملها دي حبيبي ربنا خليك عينك كويسة حبيبي يا حبيبي موحى ربنا خليك عبونك واحد اكلات مع الصيام بقى كده وقت حلوة من اللي لديك اه انا في حد حبيبي برضو كتب في التعليقات حد انا يعني غالي علي جدا قال لي احنا عايزين الاكلات الصيام وكده ان شاء الله هنبتدي في الصيام ده هنبتدي نعمل أكلات مختلفة وجديدة وجميلة ومش هنحس إن احنا يعني فيه فرق كتير أو في الموضوع يعني وعنايا اللي اتنين حضروا أستاذ كمال ربنا نخليك مرسي على اتصالك يا حبيبي نعم مشكرك جدا أستاذ كمال طيب شوف كان فيه حاجة بتناجي عليك تقريبا الفرن الفرن أيوة كده ما انت قليدي طيب دلوقتي بنعمل لسان العصفور بالجنبري خلطته حلوة جدا وريحته كمان حلوة جدا المليان طبعا مش محتاجة من نتكلم عن فوائد الجنبري ولا الرنجة يعني كل الحاجات دي مليانة بأمي جاسري بجانب الدوون الصحية اللي باخدها منها كمان حلو كده أنا ممكن أعمل إضافة هنا كده بما إن الجنبري بيبقى أورنج كده عشان الفيسفور اللي فيه نحط شوية بس جزر كده صغيرين هيدوني شكل ولونه طعم كده مختلف جدا 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 أنا كده مش استبدلت الرز بس إن هو يبقى نشويات جنب السمك فشلتها وحطت حاجات تانية لأ كمان يعني كيني عملت سلطة بالزبط كده وهنعمل إيه بقى هقولك أنا معلش هستأزينك هستأزينك بس بقى عم بس مكعب الزبدة ده هستأزينك بقى عم بس مكعب الزبدة ده يعني كل واحدة ليه هشوف ليه وهحط شوية ديبس رمان صغيرين لو ما عندكش ديبس رمان ما تحطش خلاص عشان نبقى متفقين عدوتك الزبدة دي ماشي خلاص نحط شوية ديبس رمان بس نسكر الكلام كده عشان يبقى معانا الكلام مسكر خلاص ده قرب خلاص اهو عشان أنا هاخدها بميتها كده وعشان هعمل فيها حاجة كده زريفة جدا هو الطاجن وسل إيه الطاجن فاضله حابة سغيرين ويطلع بفكر حضراتكم بأرقام التليفونات على الشاشة للي عايز يتواصل مع الشيف عندوكوا أي سؤال في أي تعليق جربتوا حاجة وعايزين تقولولو النتيجة بتاعتها كانت عاملة ازاي هو معاكم وهيجاوبكم عن أي حاجة انتم عايزون جميل احنا ممكن نكتفي بكده ونحط المكارونا كده وهتبقى عزمة العزمة عندك شوية كريم الطاي حطهم ما عندك شي متحطش عشان برضو نبقى متفقين عشان حطنا زبدة بقى خلاله اه احنا حطنا زبدة ودعمنا ولما احنا زي ما قلنا الماء بتجيب مية فبصي ده كل اللي موجود ده سوس الجنباري ومية الجنباري كويس ده رائع جدا دي مش محتاجة حاجة راحتها تخفى أصلا ده احنا ممكن ناخد منه شوية نعمل بيهم حكاية دلوقتي يعني دي برضو مش هتلاقوها في السكريبت يا جماعة احنا بس هنشكل السفرة دي بطريقة تانية خالص كده السفرة كلها مغزية يعني انت لو بصيت على كل حاجة فيها هتلاقي هتلاقي كده بيستمتع اه طبع اه طبع دي حاجة من الحاجات الفخمة جدا برضو كل حاجة بالمعقول يعني مش لا خالص احنا بناخد منها وبنشتغل بيها يعني بناخد منها وبنشتغل بيها بايس احنا ممكن ناخد دول شوية دول الجنباري بنعمل بيهم طبق كده مقبلات حلو كده زريف طيب احنا في خالصة الجنباري برضو علشان لو حد ما تابعش معانا من بداية الحلقة الحلقة بتبقى موجودة كاملة على صفحة هيومي وصفحة نيسان موجود الحلقة كاملة على بعض وموجود مقاطع لكل حاجة الشيف عملها ومرنا بيها خلال الحلقة يعني هتلاقوا مقطع لطاج الحنشال اللسان العصفور لوحدها الرنجة او صلطة الرنجة الوحدها كل حاجة كده ايه ممكن نعملها يعني بالـ نعمل ناخد شوية من دول كده احنا شوف ممكن تفكرني بقى عملنا ايه؟ كانت الخلطة بتاعت الجنباري ايه؟ حبت هنا بصل ناخد شوية كده اه وهقول لك هنعمل بيهم ايه؟ نشيل بقى الطبق ده وماشهنعمل المقبلات هنعمل حاجة تانية خالص 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 خلاص كده زي ما قلنا بنسوي الجنباري الواحده في الخلطة بتاعته وبنسوي لو عنده حضرتك كريمة لباني حط ما عندكش متحطش أستاذة فيولات مساء الخير مساء الخير ازي حضرتك أهلا بحضرتك يا فاند المنوران عايزين بقى من الشيس كده يعمل لنا حاجات حلوة في الصيام لأن احنا بنزق عصلا مش بيبقى فيه لتمك ولا حاجة يعني اه طبعا بس زي ما احنا قلنا زي ما احنا قلنا ان دايما وحش الصيام بتاعنا اللي هنبتدي نشتغل بيه كل حاجة هننوع في الخضار ويبقى معانا المشروم قدرنا نجيب المشروم باستمرار ماشي مقدرناش نجيب المشروم خلاص لكن هو ده وحش الصيام اللي بنشغل بيه بدل اللحمة والفراخ والكلام ده هنعمل بيه كل حاجة لكن معانا برضو الخضار هنشكل فيه ونعمل لكم اصناف جديدة وهنعمل حاجات ان شاء الله هتسعدوا بيها يعني وباذن الله نعمل حاجة جديدة وحاجة مختلفة زي ما انتم متعودين من نياه سلام يا ريك وشكرا اللي حضرتك ربنا خليكي مرسي ايانم على اتصالك خلاص كده احنا ناخد بقى شوية الماء الزوائرين دول شايفة شوية الماء الزوائرين دول اهم كده اهم زي ما هم كده وننزل بيهم هنا كده قصة الجميلة دي تكمل بعضها هنا وهقولك هنعمل فيهم ايه وازاي نعم كده ده لسان العصفور بالجنبري والشايف ورانا طريقة حلوة قوي ان احنا نعمل بيها رحيتها كمان تخفى يعني لا دي مختلفة خالص اه خلوة قوي دي مش تعتبر لسان العصفور بالجنبري هتعتبر صلطة مفيدة خلوة قوي كويس كده دي ممكن نحطها في طاجن وندخلها الفرن ممكن نسيبها كده ونهدي عليها النار كده هي هتفلفل يا شيف ولا عشان حطيت كريمة فمش هتفلفل لا مش هتفلفل زي ما حضرتك فاكرة يعني لا انا قصد ان هي تبقى كده يعني لا انا مش هتفلفل بس انا هقولك هتبقى عاملة ازاي هتشوفيها دلوقتي عاملة ازاي ماشي جميل حطينا فيها كل حاجة حطينا البصل والفلفل والطماطم في الخلطة والتوم والتوابل والجنبري بالزبط كده ونسيبها هتتشرب مع نفسها كده ونحط دي بقى فيها كده وهنشوف ايه نمشي معا بصي بقى ان الرمين دي كده خلاص خلصت فاحنا هنعمل كده شرفت يا فندم اتصالك على راسك هنحط دي كده وهننزل الكلام ده كده عايزين ندخلها الفرن هندخلها مش عايزين ندخلها الفرن هنقدمها كده انت هتعمل ايه شايفين عاملة ازاي شايفة عاملة ازاي حلوة او حلو كده هناخد بقى شوية الجنبري زراف دول ده الابداع كده 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 ودي بتطلع كده تتقدم كده حلوة اوي صفرة بقى للعزمات عايزة اعمل كده صفرة فخمة لجيلي ناس يعني ما شفتهمش مثلا بقليه فترة طويلة عايزة اعمل حاجة كده مختلفة حلوة اوي نهار حق كله بيتكلم بصراحة يعني انا عاجبني جدا اللسان العصفور بالجنبري ده حلوة اوي